وفق البرلمان العربي خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني على مقترح كويتي متعلق بالتطوير الجامعة العربية وتم اختيار النائب عالي الدقباسي رئيسا للجنة التطوير في البرلمان العربي نعم كما ناقش البرلمان العربي الوضاع العربي الراهنة بإضافة لمتابعة خطة تحرق البرلمان العربي المتعلقة بتداعية القرار الأمريكي حول القدس في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي بمقر جامعة الدور العربية وبحضور أعضاء مجلس الأمة النواب خالد العتيبي والنائب عالي الدقباسي وافق البرلمان العربي على مقترح النائب عالي الدقباسي المتعلق بتطوير الجامعة العربية وتم اختيار الدقباسي رئيسا للجنة التطوير بالبرلمان العربي لكي يكون فاعلا ومؤثرا ليحمي حقوق الطفل والمرأة والقضايا السياسية ويدافع عن قضيتنا الأولى القدس بفاعلية بدون بيانات شجب واستنكار وتنديد أحمل هذه الفكرة وأعتقد أنها ممكنة وأسعى بكل جهد لكي تصل الفكرة للبرلمان ومن ثم إلى الجامعة وأن تقر وأن يكون هناك عملا عربيا جديدا الجلسة ناقشت أيضا الأوضاع العربية الراهنة وترشح إسرائيل لمجلس الأمن بالإضافة لمتابعة خطة تحرك البرلمان العربي والمتعلقة بتداعيات القرار الأمريكي حول القدس علاوة على التعامل الإيراني مع قضايا المنطقة تدخلات الإيرانية في الشؤون العربية وكانت أخذت وقت طويل وكبير جدا طبعا خرجنا بتوصية لضرورة التعاون مع دول الجامعة العربية فيما يخص هذا الأمر والخروج بخطة عمل موحدة لمنع تدخلات الإيرانية في الشؤون العربية التواصل مع البرلمانات الوطنية في مختلف بلدان العالم لتقف إلى جانب الحق العربي والفلسطيني فيما يتعلق في القدس والتصدي للسياسة الأمريكية في المحافل الدولية القانونية والأممية خطة تحرك أقرها نواب البرلمان العربي للتعامل مع قضايا المنطقة ولعل أبرزها قضية القدس غير أن هذه الخطة تحتاج لدعم فاعل وجهد كبير نحو تنفيذها بغية الحفاظ على الحقوق العربية وأيضا تجاوبا مع تطلعات الشارع العربية ياسر سعد تلفزيون دولة الكويت القاهرة